أعزائي أواصل حديث من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول وفي هذه الفقرة لا يسعني أن أتحدث إلا عن يهوذة الإسخريوط اللي باع وخان سيد الرب يسوع المسيح هذه الحادثة حدثت في المنطقة الأخرى تستطيع أن ترى من خلفه جبل الزيتون وطبعا في أسفل الجبل في بستان يسمى بستان جتسماني يعني معصر التئزيت ذهب يسوع وهو عالم أن ساعته قد أتت ابتدأ يصلي في هذا البستان وبعد فترة زمنية جاء يهوذة الإسخريوط مع الحرس الروماني وأعطى إشارة أن الشخص الذي يقبله فجاء وقبل الرب يسوع المسيح فقال له يسوع أبي قبلة تسلم ابن الإنسان ألقوا القبض على يسوع من بستان جتسماني صاروا في وادي قدرون وصعدوا إلى هذه المنطقة من جبل سهيون أنا موجود على نفس الدرج القديم عملوا الحفريات نفس الدرج اللي مشي عليه الرب يسوع المسيح لكي يأتي إلى بيت قيافة كان يعتبر في نهاية هذا الجبل جبل سهيون القدس القديمة جاء ليحاكم أمام قيافة بطرس في هذا المكان أيضا أنكر الرب يسوع المسيح هذه الكنيسة تسمى كنيسة صياح الديك الكنيسة بنيت فوق بيت قيافة المكان الذي حاكم فيه يسوع والكنيسة تسمى كنيسة صياح الديك فأريد أن أتحدث عن يهودة الإسخريطة هو اسمه يهودة الإسخريطة إنه الوحيد من تلميذ المسيح لم يكن جليا من منطقة الجليل ارتكب يهودة أكبر بل أفضع بل أروع بل أبشع خطية في التاريخ يكفي أن نقول أنه سلم الرب يسوع المسيح اختار بإرادته أن يسلم ابن الله إلى أيدي جنود الرمان ترجمة نانسي قنقر